تعنيف الرجال خبر بدأ ينتشر في العراق بعدما كانت المناشدات تصل عبر صيحات النساء عن تعنيفهن من قبل أزواجهن في ظاهرة غريبة وجديدة لم يألفها المجتمع مكاتب المحامات أصبحت تتردد عليها هذه الحالات لإقامة دعاوى قضائية بعدما أصبح الرجال في مرمى ضربات النساء هكذا هو الواقع عندما ينقلب السحر على الساحر تجيلي كثير حالات المكتبين أن الزوج يكون عاطل عن العمل أو يكون عذرا يعني عذرا على الكلام ونحن مو كل الإصابة عادينا سوى يكون عالة على زوجته زوجته هي موظفة وبنفس الوقت ترعى أطفالها وبنفس الوقت تعمل من الصباح يعني من الصباح لحد الليل تكون هي المسؤولة اللي هي ماخذة دور الرجل بهاي الحالة هو الرجل راح تكون شخصيتها جدا ضعيفة فمن راح يتعنف من قبل زوجته أما يسكت ويحافظ على كرامته أو يروح يشتكي الحالات ترجع أسبابها إلى أنه المشاكل الزوجية من خيانات من عدم اهتمام من إساءة للزوجة ضغط نفسي واعتداء لفظي وجسدي على النساء جراء التعامل السلبية من قبل بعض الرجال حتى تصل المرأة إلى أعلى درجات الغضب وتنتهي بالاعتداء ناشطون ومدافعون في مجال حقوق الإنسان أكد ارتفاع أعداد ضحايا الرجال من النساء ووصلت الإحصاءات لهذا العام لأكثر من ثلاثة آلاف حالة من غير التي لم يتم الإعلان عنها أكد دراسات مؤخرا أن حالات التعنيف في سنة 22 في عموم العراق تصل إلى 3797 حالة تعنيف ضد الرجال وهذا الرقم جدا مرعب مقارنة بأرقام مماثلة للنساء حقيقة نشهد حالات تريندات توصل إلى حالات تعنيف ضد الرجال أهم الأسباب لأدى تعنيف الرجال هي أهم عامل هو العامل الاقتصادي العامل الاقتصادي عندنا هو العامل السياسي بسبب الوضع السياسي الغير مستقر أدى إلى تعنيف الرجال كردوسان التي تتنامى فيها هذه الظاهرة ولدت فيها منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الرجال وهي تجربة قد تصل إلى بغداد بعد تكرار هذه الحالات التي انتهت كثير منها بعمليات قتل للأزواج أو الطلاق والانفصال من بغداد جابر جمال قناة الرشيد